حسام الحاج هنا نعترف اعتراف يخلي أغلب مقدمين البرامج تحت مضلة أنه لا تشذب علينا تنطوني حسام الحاج يعني بالمناسبة أنا أجريت حوار واحد مع المالكي في حياتي وهذا كانت الأجواء غير مريحة يعني شو يعني الأجواء غير مريحة؟ يعني أنت راح تجبرني أتحدث عن أشياء ممكن تكون كواليس شو في بعض الأحيان تجرى حوارات من أجل التلميع يعني من أجل إذن إحنا جايبين صحفي حلو لطيف ناس تحبه في لقاء معه حتى يكشف الكواليس لو يستطر عليها لا طبيعي أحتي كواليس وقوالي أخرى لأنه هو المشهد شايفة الناس كلها في بعض الحوارات تكون حوارات للمجاملة زي أنت كموظف في قناة سين أوصاد واجبك أنه يجيك أمر إداري روح أجري هاي المقابلة لكن لا تسأل السؤال للفلاني ولا تقول القول للفلاني ولا تزعج الضيف ولا تشاغبه خليك لطيف خليك لطيف خليك لطيف يعني يجي أحد يدخل بالنص يقول لا هذا مو اتفاق منه أو على الأساني ما تحدث عن هذا الحوار بس هو على سائل يبدو أنه هذا الحوار فبالتالي لما متفقين هالشكل وفعلا أنا مم يوافقون أساساً إذا ما يشوفوا الأس ويقول لك فبالتالي ما كان الحوار مريح لدرجة أنه أنا أتحدث عن كل ما يدور في خلاجات الناس الحوار كان يدور في مساحة معينة وكان هو حوار مجاملة ليس إلا وأنا بالنسبة لي أعتقد حوار فاشل الله الله أقف 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 لأول مرة إعلامي يعترف أنه سوى لقاء واحد ويا المالكي وكان الحوار فاشل يقول هذا الكلام حتى لا يشذبون عليكم والله طفة الكهرباء يقول المالكي ما عندي شوف طفة الكهرباء حالي حالي المواطنين حسام الحاجة هنا أنا تشذب الإعلاميين المنافقين وقال كلمة حق قال كان لقاء فاشل هو اللقاء الوحيد اللي سويته يا المالكي ولقاء فاشل 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 طبعا فاشل حسام طبعا طبعا رح يكون اللقاء فاشل بس تحياتي لحسام الحاج على هاي الشجاعة واللي يقدر يقول الحق شكرا لكم